تعمل إدارة التأشيرات والإقامة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بكامل طاقتها البشرية لضمان سياب حركة المسافرين القادمين لمتابعة سباق الفورميلوان الذي تستضيفه مملكة البحرين سنويا شؤون الجنسية والجوازات والإقامة تتخذ قبل بداية الموسم كفة استعداداتها والعمل بكل طاقاتها للمساهمة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في جعله موسما ناجحا من حيث التنظيم الإداري حيث تقوم بإصدار التأشيرات لزوار هذه الفعالية بطرق عديدة الإدارة خصصت عددا من الكونترات بمنافذ الدخول لزوار الفورميلوان ذات الهدف من خلال الموظفين على كفاءة عالية إذ يتم إصدار تأشيرة متعاددة الدخول لمدة أسبوعين من تاريخ الخامس من إبريل 2015 ولغاية التاسع عشر من إبريل 2015 وحول هذا الموضوع يسرنا نستضيف الشيخ أحمد بن عبدالله الخليفة مدير إدارة التأشيرات والإقامة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة مساء الخير مساء النور البداية طبعا نبارك لكم إقامة الموسم الجديد لسباق الفورميلوان والسباقات الليلية المتميزة والتي حصلت على صدى كبير في العام الماضي الشيخ نود أن نتعرف على أبرز الجهود التي قمتم بها لتسهيل فيما يتعلق بالتأشيرات للمشاركين في دخولهم لمملكة البحرين ولحضور هذا السباق الهام في البداية نحن نشكركم على التغطية هذه وهو طبعا حسب توجيه معالي وزير الداخلية ومعالي ووكيل وزارة الداخلية الجنسية والجوازات بالتسهيل للإجراءات قمنا بالفتح للتقديم الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني اللي هو الإيفيزا دوت كوم وفعلنا خصاصنا قسم خاص بالإدارة لتقديم الطلبات لطلبات السباق اللي هو الأفوان وقمنا بعد فتحنا في الإجازات الرسمية اللي هي الخميس اللي هي اليمعة والسبت ونحاول بقدر ما نقدر مررنا الموظفين ودربناهم على سرعة صدار التأشيرات لسباق الفورميلا نعم عادة الشيخ تكون الاستقبالات في المطار عند حدوث أي حدث أو مناسبة أو كرنفال أو مؤتمر مهم يكون بداية استقبال الزوار أو السواح واضحة كواجهة في المطار عادة ماذا عن استدلتكم فيما يتعلق في هذا الجانب؟ هذه طبعا في المطار البحرين الدولي خصصنا كباين خاصة لزوار سباق الأفوان يعني لزوار السباق هناك يكون عندهم عدد كونترين هناك موجود هو خاص للزوار يسهل إجراء إصدار التأشيرات بشكل أسرع وأفضل نعم في شكل الأصدار يكون بشكل فوري هناك نعم فيما يتعلق بشكل عام حول إصدار التأشيرات السريعة هناك أيضا ذكرنا قبل قليل تأشيرات متعددة السفرات كلها تأتي ليس فقط في إطار الفورميلة واحد إنما لدعم السياحة والاستثمار بشكل عام في مملكة البحرين ما تعليقك على هذا الجانب؟ ما هي أبرز الجهود التي تقومون بها في هذا الصدد؟ حسب الإجراءات الليديدة هو قمنا نصدر تأشيرات متعددة السفرات في السابق كنا نصدر تأشيرات لدخول المملكة لمرة واحدة وحال خروج الشخص تنتهي لها تأشيرته حين قمنا نصدرها متعددة لتسهيل إجراءاتهم في الدخول لهم وخروجهم من المملكة وهذه سهلت على السياح والمستثمرين هو الدخول وخروج للمملكة ومنها هو نفس الطريقة حق تأشيرات الأفوان هي تكون متعددة السفرات لمدة سبعين نعم كيف وجدتم الإقبال على أصدر هذه التأشيرات؟ نحن نعلم بأن غالبية الذين سيدخلون إلى هذه السبق هم من دول الخليج طبعا ولكن أيضا هناك إقبال كبير حتى من دول العالم لحضور هذا السبق تحديدا في مملكة البحرين هل لديكم إحصائيات أو مثلا نسبة معينة تذكر؟ هما يعني لا يسمعون إحصائيات لحد الآن هي ما تكون واضحة لأنها تكون في قابلية لزيادة بس إذا نقارنها بالسنوات اللي مضت يعني هي كل سنة عن سنة ما شاء الله تكون الأرغام في زيادة نعم نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ونتمنى أيام حافلة بالمتعة والإثارة شكرا لك الشيخ أحمد بن عبدالله الخليفة مدير إدارة التأشيرات والإقامة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة شكرا لك شكرا لك